للمرة الأولى لم تسجل مقاطعة هباي إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة بالستثناء ووهان خارج المقاطعة سجلت الصين تناقص عدد الحالات الجديدة بكين أعلنت أن اللقاحات قد تصبح متاحة الشهر المقبل بحسب تقديراتنا المبنية على أساس القوانين والتنظيمات الملائمة لدينا أمل في أن بعض اللقاحات ستدخل في نيسان إبريل مرحلة الاستخدام السريري أو الطارئ في واشنطن صادق الرئيس ترامب على أكثر من 8 مليار دولار لمكافحة الفيروس بعد موافقة الكونغرس بينها 3 مليارات الدولار للبحث وتطوير اللقاحات وأجهزة الفحص والعلاج خطوة تزامنت مع تجاوز الوفيات 13 وفات وتسجيل أكثر من 220 إصابة مؤكدة في الولايات المتحدة عالميا تجاوز عدد الإصابات 100 ألف أكثرهم بعد الصينهم في كوريا الجنوبية التي تقترب من 7 ألاف إصابة مؤكدة أما الوفيات فهي حوالي 3400 حالة أكثر من 3000 منها في الصين وحدها وحوالي 200 في إيطاليا وما لا يقل عن 120 في إيران منظمة الصحة العالمية حذرت من المراهنة على اختفاء الفيروس متأثرا بالحرارة نفترض أن الفيروس سيواصل قدرته على الانتشار من الخطأ أن نعقد أملا على اختفائه صيفا كالإنفلونزا نأمل أن تكون مشيئة الله كذلك لكنه ليس بإمكان نفتراض ذلك من دون أي دليل المنظمة حثت جميع الدول على جعل احتواء الفيروس أولوية بعد تجاوز عدد الدول المعنية 90 دولة بينها 6 على الأقل سجلت أولى إصاباتها الجمعة أوروبيا دعا الاتحاد أعضاءه إلى التضامن والتنسيق بعد حضر ألمانيا وفرنسا والشيك كخطوة احترازية تصدير إمدادات طبية قد تساعد في إبطاء تفشي كورونا في دول أخرى ترجمة نانسي قنقر